مساء الخير زميلي المرشد أهلا بك نكمل مع بعض المواضيع اللي بنترحها اللي كل الهدف منها ان حضرتك تكون أعظم مرشد وبإذن الله يا رب يجعلني بقول حاجة مفيدة ولو أد كده كل اللي بقوله مش علشان أنا أشتر من حضرتك خالص كل اللي بقوله علشان أنا مريت بتجارب غلط فتعلمت فحبني أنا ألقل لحضرتك الخبرة دي عشان ما تغلطش أو يعني لو غلطت تغلط في حاجات بسيطة إن شاء الله وتكون مرشد ناجح بسرعة ويفضل اسم المرشد المصري عالميا هو الأفضل على الإطلاق حضرتك عارف انه في برنامجنا سواء برنامج أسبوع كامل سواء يوميات في كايرو بيبقى دايما متوقع ان الجسد بيحتاج اشتري سوفينير دي حاجة معروفة متعارفة عليها بنا كمرشدين بنا كمرشدين وشركات بنا كمرشدين وشركات وشركات أوروبية كمان بيبقى فيه ديل مفهوم إن فيه وقفات بنعملها والجسد بينزل أحب قوي إن حضرتك علشان تكون برو مرشد يعني فعلا ما شاء الله عليك متخصص وفاهم أنت بتعمل إيه زي ما قلت لحضرتك كده إنك حتديله فكرة بانورامية عن يومه يعني لو حضرتك حتبتدي تعمل هرم من في السقارة فإنت عارف إن فيه مش هرم من في السقارة وشكراً لأ ده فيه غدا وفيه محل بردي أو سجاد أو عطور أو فأنا أفضل جداً إن حضرتك مع البداية بتاعت اليوم لو لسه بتتعرف عليهم بتعرفهم على نفسك بس حتى لو تاني يوم أو تالت يوم أنا أفضل إن في أول اليوم حضرتك تديله فكرة بانورامية عن اليوم هيمشي إزاي عندنا كذا وكذا وكذا وهنوقف كذا ده عموماً وقبل كل وقفة حضرتك بتقوله إحنا رايحين فين وهنعمل إيه وهننتظر قد إيه والفري تايم قد إيه لما تيجي حضرتك تقف في محل هتقوله إن إحنا هننزلوا عندنا وقت وقبل كده أنا أشرت بسرعة سريعاً هفكرك أشرت إنك لو حديك عايز تحافظ على أحترام المجموعة لك حافظ على الموعيد قلت هنا في راي تايم عشر دقايق ما يبقوش ربع ساعة ولو بقوا ربع ساعة ده بيبقى غزباً عنك أشان فيه مجموعة أخرت ودائماً إحنا بنبقى حاطين ها مش كده عشر دقايق زيادة لكن أقصد إنك سايب عشر دقايق وعشر زي يوم سامح هنا بنص ساعة ومن غير تأخير يا جماعة هي نص ساعة عشان ما نضايقش حد طبعاً من نتكلم كتير في الموعيد وكويس قوي مجيش بقى عند المحل ماقولش معايد لا ألا أحقول معايد حقول إن إحنا نزلين وحنقعد أربعين دقيقة نقعد نص ساعة نقعد عشر دقايق وطيفر وقت حضرتك هيسمح بإيه إنما لازم تقول الوقت وتحترم طيب النقطة دي نعديها لإن أنا تكلمت فيها قبل كده النقطة اللي النهاردة عاوز أكلم حضرتك فيها بمناسبة وبخصوص المحلات هي نقطة اللي بيحصل لك بعد ما بتخرج من المحل المجموعة اشتريت حلو إنت موسوط ومزقتت وبتعاملهم حلو وبتشرح لهم وبتدلع المجموعة اشتريت وحش بتخرج مقلم زعلان بسس لهم أو مش بسس لهم كان بينك وبين يعني بعد المحل ده رايح سايد سيد تاني سين تاني مثلا في عشر دقايق في العشر دقايق دول انت بتشرح لا أنا قاعد بقى غضبان ومش بشرح ومش عاوز وببص للناس وأنا وبعدهم وأنا متدق أرجوك ما تعملش ده أرجوك ما تعملش ده مش مهنيا صحة أبدا إنه يبان عليك أنت متدق من الناس عشان ما اشتريتش أرجوك ما تعملش ده ربنا هيعودك وربنا هيكرمك لو مش في اليوم ده في يوم تاني لو مش في الأسبوع يمكن في الآخر يكون فيه نوع من من المجموعة طيب ما حصلش والدنيا يعني رحت محل تاني فبقيت متعصب أكتر وأكتر في ظل غلاء الحياة وفي ظل أنا مش لقي شغل ويا دوب يا ربي ده أنا نازل كل شهرين بنزل مجموعة وبستنى منها الخير أنا عارفة والله يا مقدرة وكلنا بنمر بالظرف ده بس أنا بنقلك المزبوط حضرتك اتصرف صح وربنا هو اللي بيكرم هو اللي بيعود إذا ربنا ما تدكش في المجموعة دي ما تزعلش رزقك ده ومكتوب اللي جاي هتبقى أحسن بإذن الله وربنا هو اللي بيوزع الأرزاء لأنه كمان مش حيفيدك يعني هم مشتروش حضرتك تلعت غطبان بتعدهم وانت مدائي مم قلدم في وشهم مم مش عايزه ايه ده ايه ده ده طفولي ده فعل طفولي المرشد الشاطر بيخرج والمجموعة شارية كويس جدا زي بالزبط لو المجموعة اشتريتش خالص هي نفس الاتسامة هو نفس الاندبات هو نفس العطاء هو نفس القدرة على معاملة الكل بصبر وبريحية وبحب هو نفس الشخص بلاش تبقى قبل وبعد خالص أرجوك ما تخليهمش يلاحظوا ده لانه زي ما بقولك همش بيغير من الامر شيء كل ما في الامر ان المجموع بتاخد بالها اذا ما خدتش بالها في اول مرة هتاخد بالها بعد كده فليه لا اتعامل عادي وخليك يعني والنقطة كمان اللي انا عايزة اشير اليها هي برضو مرتبطة بدا انه احنا رايحين المحل بقولي الشابق بوشي امالة زق يا جناح اشتروا من هنا وإلا مش هتلاقوا في الكون حاجة احلى من اللي هتلاقوها كلنا بنلعبها يا ولاد بس اللعبوها smart play smart play smart ما تبقاش بوشي اشرح بهدوء قلهم احنا رايحين نشتري ايه طبعا لازم تدي بريفين كده انت رايح فين الناس دي هتشوف ايه وممنوع التصوير ولا لا او كل النقاط اللي تخليك برو اعملها مظبوط هنا في المكان ده ما بيسمحوش بالتصوير خالص الا على طرابست الشرح زي في البار دي مثلا او هنا ما بيسمحوش اصلا او هنا لا عادي براحتك ممكن هيديك هدية في الاخر اشتري لو اشتريت معرفش بكام هيديك دي بس ما تقولهاش وانت جعان ما تقولهاش وانت متشوق ما تقولهاش وانت بتزقه ما تقولهاش وانت بتحسسه ان انا يعني لو انت مشتريتش انا ضايع لا اصلوب مش حل بعدين الحقيقة انا بنت مدرسة كلاسيكية انا اشتغلت شغل شيك ومش عايزة اقول لكم الشغل الشيك ده معناه اني كسبت لا انا قصدي انا اشتغلت انا بمنظور شيك لكن انا اشتغلت مع مجموعات ايطالي والله اسمهم وزمائل المرشدين في تركيز عارفين اللي حكادي كانت المجموعات اسمها المساكين يعني مجموعات كبيرة فرحات انت ماشي معاك 40 سكون ثم جايين شاريين المركب بس مثلا وبالعافية لو اشتروا منك معبد ولا اتنين مساكين فقرة كانوا فقرة حقيقي يعني احنا في شغلنا صادفنا اللي بينضف الشوارع واللي بيسئل ورد واللي حنوتي يعني اشتغلنا مع كل وكل المستويات اللي عندها قدرة مادية واللي ما عندهاش اشتغلنا فانا مقصدش ان انا بنت مدرسة كلاسيكية يعني بنت المجموعة اللي بتعملك مش عارف كام لا خالص والله يا ما اشتغلنا والايطالي بيسزاد زبون تعبان يعني هو مش الجسد اللي يروح يدفع ويصرف لا خالص احنا احنا تعذبنا جدا وممكن نكون اقل المرشدين كمان اللي كسبوه في السوق بس انا اقصد ان احنا باولاد مدرسة كلاسيكية يعني شيكو محترمين في طلبنا للمكسب احنا عايزين ناخد فلوس وعاوزين نكسب بس بشياك ليه انا بقولكو ده لان انا صدمت الحقيقة انا اسفة جدا ان اشير لده لكن هو موجود لاين وخطه موجود وانا احب قوي يعني ان المرشدين يبعيدوا عندها انا وصلني ان فيه في المرشدين الجدد اولاد بيروحوا للمجموعة او الانديفيدوال اللي معاهم ويحكوا ان عندهم احتياجات مادية رهيبة واني بابايا في المستشفى واني مش عارف ادفع قصة مش عارف ايه ايه ده ياولاد انت لا مين مين لا لا مفيش كلام ده مش ممكن يريدي والله بيحصل وممتي تعبانة في المستشفى ومش معايا فلوس الدواء يا لالهول يا لالهول بقى المرشد السفير الرجل المثقف التقيل قوي ده حتى لو ظروفه المادية وحشة والله ياولاد كلنا ظروفنا زفت كلنا سبيشا دي بعد كل الطحنة اللي احنا فينا انا مشتغلتش من 2011 ده شفى ظروفي وحشة عمري وانا ظروفي وحشة ما بكرة هيكون عندي يومية وحتصرف عكس اللي بقوله لكم والله العظيم هتصرف كويس حلبس كويس وحنزل عارفين عارفين في دننا لما بنقول ان المتعففين هم دول المستحقين مش اللي بيقف في الشارع يسأل لا ولا يسألوا الناس الحافن فخليك متعفف خليك شيك خليك حتى لو محتاج خليك بتطلب وبإذن الله بتكسب بشيك بهدوء اشرح انت رايح فين وما تكلمش في ظروفك المادية فانت تسعب على الناس فيلموه لك واتسهل ده ده وحش قوي ارجو ارجو ان لو في حد من الزملاء المرشدين الجدد وبيسمعني وبيقول يعني اه انا ممكن اعمل كده اصنا ما عنديش لأ ارجوك ما تعملش كده ويعني غير ويروح للمدرسة الرقية اللي فيها اجتهاد وشغل وربنا بيعودك وبيديلك تعبك ومجهودك زي ما بقولك لو مش في المجموعة دي يبقى في اللي بعدها لاني دايما انا حريصة على صورة الانسان المصري اللي الجسد بياخدها في نهاية الاسبوع والله يا ولاد هو مهما تعامل مع ناس هو مش بيفتكر غيرك هو بيتعامل مع الريسبشانست تلاتة اربعة دقيق وهو بيدي المفتاح وبياخد المفتاح بتعمل مع البيلمان مع السيكوريتي مع مش عارف اللي بيه الهاوسكيبنج الماطعم كل مع السواء حتى اللي بيفضل معنا طول اليوم وكل علاقته بيه هاي باي ولو هالزوراية في النص ولا سوراية في النص كمين اللي طول الوقت معاه حضرتك انت المرشد انت قائد العملية دي كلها فحاول تكون محترم محترم في لبسك محترم في ادائك محترم في معلوماتك محترم في طريقة تعاملك معهم محترم في طريقة الكذب يعني انت بتكسب بس بطريقة حلوة ما تبقاش مكشوف انا اسفة في اللفظ تبقاش مكشوف تبقاش وانت بتزقهم كده هم مواخدين بلهم في مدرسة تانية محترمة جدا انا يعني لجأت لها احيانا عشان اكون صدقة مش طول الوقت بعمل ده بس انا عملت ده مدرسة ان احنا نصارح الناس يعني يا جماعة انا باخدكم ماشر اه انا حاخدكم تشتيروا بردي ناسلا وانا باخد عمولها الحقيقة ان انا مش هتعرف تجيبها غير عن طريقي بس هي اغلى من اللي في الشارع اللي انت حاجة وده حاجة فحضرتك هتبقى نازل عارف انك بتشتري وانا باخد عمولها المدرسة دي مش تبقى مش بتنفع مع كل الناس اني في ناس في الغرب نفسي ادخل مش حلو ايه ده ده هياخد مني فلوس يعني بدل ما هدفع مية مفروض هدفع تمانين مسلا هو هاخد الباقي لا يبقى انا مش هدفع وفيه بالعكس بقى وكتير والله بس لازم تنتقي المجموعة فيه كتير لما بتقولهم بس تبقى زي ما بقولك شايف انه هو ينفع تعمل معا ده فانت لما بتقوله بالعكس بيبقى يعني كنت اخرج احيانا هو ده خدت يلعبولها ولا لا ايه خدتها فسانت مشتريتش قوي وهالزراية كده وتعدي وفيه ناس لأ بتحس انه هم من خلفية اقتصادية مختلفة جدا فما ينفعش انك تقوله انا هاخد من وراك فلوس لانه هو قريدي مثلا محتاج قوي فيعني تخير الناس اللي تقولها ودي مدرسة ممكن جدا تشتغل بيها وتبقى مستريح وانت داخل وانت بتقولهم ده تحياتي وانا زي ما قلت لكم ودايما هقول لكم اسئلة لو عندكم اي اسئلة بليز ابتدوا تفعلوا معي قلولي نحب نتكلم في ايه انا الحقيقة واخد الخط بتاع كل النقاط الكريتكال في شغلنا اللي بعيدة عن الشرح عصلا مش هقفش راح لكن ما تحف ولا هرم انا حب جدا اني ايه حركات وتكات والتكنيك اللي بيخلي المرشد ينجح مع مجموعته هو ده اللي انا مهتمة بيه وفي انتظار اسئلة حضراتكم وفي انتظار طبعا ياريت انكم يعني تشتركوا في القناة لان اعنا بقلي شوية كتير بعمل فيديوهات والناس عدد المشتركين قليل قوي مش عارفة ليه فبليس ساعدوني وسندوني وفي انتظار طبعا